إذن ما بعد ذلك وفي خبر آخر يوصل الأردن متابعة تحرك أسراب الجراد التي تنتشر في مناطق قريبة من الأردن والسعودية واحتمالية انتشاره إلى ما بعد منطقة حائل التي تشهد حاليا مكافحة من قبل السعوديين أذو أعدت وزارة الزراع الأردنية كوادر متخصصة وصلت إلى 120 فردا مؤهلا ومدربا وأجهزة رش أرضية وجوية ومبيدات متخصصة إضافة إلى خطة اتصال ومعلومات لكافة الجهاد ذات التماسي مع الحدود كما وضعت خطة إعلامية للتواصل ونقل المعلومة وكان وزير الزراعة إبراهيم شح حد حذر من تعرض المنطقة لكارثة إنسانية وغذائية بسبب توقع تكاثر الجراد لأكثر من 500 ضعف